مكملين معكم فقراتنا وزي ما قلنا في البداية أهم ما يشغل الشارع المصري الآن هو الدستور ووضع الدستور أو الدفع بالمرشح الإخواني للرئاسة البشمهندس خيرة الشاطر وده طبعا يعني يتعارض تماما مع كل ما أعلنه عنه الإخوان المسلمين كمان بيشغل بال الشارع المصري الصفقات اللي بيتخيل البعض أنها بتتم ما بين المجلس العسكري من جهة وكوة سياسية من جهة أخرى نهاردة يحاول يرى معنا الأحداث الكاتب الصحفي أستاذ نبيل زكي أمين الشؤون السياسية وعضو المكتب السياسي والمتحدث الرسمي لحزب التجمع صباح الخير يا فهندس صباح الخير أهلا بحضرت أهلا بي يعني نبتزي الأول طبعا بمين الأطراف المؤثرة في تحريك المشهد السياسي في مصر الآن الأطراف المؤثرة هي المجلس العسكري من ناحية والأهلبية البرلمانية من ناحية لكن في طرف أكثر تأثيرا من كل دول اسمه الشعب المصري دي الأطراف وهو الذي سيحسب الموقف كله من البداية للنهاية أحيانا بنسمع أن في خلاف ما بين الإخوان المسلمين والمجلس العسكري وأحيانا بنلاقي يعني زي ما بيقولوا كده المياه ركعت لمجارية هو الخلاف كان واضح في البيان اللي أصدرته جماعة الإخوان وبتحمل فيه المجلس العسكري مسؤولية أنه الصورة ستضيع وبتشكك فيه في نزاهة انتخابة الرئاسة القادمة ويعني اعتبروا هم نفسهم كأنه هم المسؤولين على الصورة والأوصية عليها وأنه المجلس العسكري ده معرقل لكن في نفس الوقت فيه عنصر آخر في الموقف بيدي تفسير مضاد أنه من الذي ألغى الأحكام الصادرة في السابق على خيرة الشاطر المجلس العسكري من الذي فتح عليه الطريق المجلس العسكري من الذي شكل لجنة التعدلات الدستورية التي وضعت خريط الطريق معكوسة أو مقلوبة للمسار السياسي فاصل المجلس العسكري أقصد لجنة التعدلات الدستورية في شهر مارس 2011 من الذي أصدر الإعلان الدستوري الغامض المادة 60 اللي حواليها خلاف حتى الآن والمجلس العسكري من الذي شكل اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية برئاسة المستشار عبد المعز إبراهيم اللي وضعت قواعد للانتخابات يجب أن تراع ثم ضرب بها جميعا عرض الحق الشعرات الدينية دور العبادة وضعت سخرة لخدمة الدعاية الانتخابية للتيار الديني الإنفاق الانتخابي ملايين الملايين ولم يتوجه هذه اللجنة العليا كلمة حتى عتاب مش حساب عتاب لأي طرف أو لأي شخص تحدى القواعد التي وضعتها هي نفسها فمن هنا في تفسيرات متعددة لكن الأرجح الآن عقب ترشيح خارط الشاطئ إنه في مسؤولية محددة على المجلس الأعلى الخوات المسلحة فيما تعلق به إلغاء قرارات من محاكم صدرت قبل ذلك لإفساح المجال أمامه لكي يتقدم بالترشيح طبعا تذكري قضية الميليشيات العسكرية للأزهر في قضية غسيل أموال قضايا يعني تحتاج يعني حتى إحنا كمواطنين نحتاج إلى تبسير هل كانت الأحكام السابقة ملفقة ضده أم إنه كانت صحيحة وفي محلها وبالتالي عايزين نفهم مبرر إلغاءها الرأي العام هنا في تعتيب بالنسبة له لم يفهم شيئا هي قررت تصدر في غرف المغلقة لدرجة إنه فيه ناس بتقول إنه قرار العفو عن خير تشاطر صادر منذ 19 فبراير الماضي رأي تاني بيقول صادر يوم 15 مارس الحق الماضي الماضي أيضا يعني فيه ناس بتقول منذ أيام يعني حتى الآن لم نعرف الحقيقة أين صحيح طب بعيدا عن الشخص أستاذ نبيل يعني الإخوان أعلنوا أكتر من مرة وأكدوا إنهم مش حيرشعوا حد في انتخابات الرئاسة وبعدين أدهشوا الناس من يومين بدفعوهم بالشاطر ده تأثيره إيه على الإخوان لا هقولك الأول قبل تأثيره إيه أسبابه في رأيي الشخصي المعركة الرئيسية الآن ليست معركة الرئاسة خلي بالك معركة الدستور اللي انت عشرت إليها في التقديم في المقدمة هم يصرون على أن ينفردوا بوضع الدستور على هواهم وهذا يفسر لك كيفية تشكيل أو طريقة تشكيل الجماعية التأسيسية للدستور والإصرار على الأغلبية العددية لأن حضرتك عارفة أنه وفقا للاتفاق العام في المجتمع أنه أي رئيس قادم هو أربع سنين ويجدد له مرة واحدة يعني كمان أربع سنين أما الدستور باقي باقي لأجيال قادمة فالمعركة الرئيسية لجماعة الإخوان اليوم هي التحكم في وضع الدستور هم يرون أن الذي يسهل هذه المهمة أن يشكلوا الحكومة والخطوة البعدها أن يستولوا على مقعد الرئاسة لماذا؟ لأنه هم بيخشوا أذكرك بالتصريح للمرشد محمد بديع منذ أيام قال أن الطعن المقدم في المحكمة الدستورية ضد قانون الانتخابات البرلمانية كارثة هو وصفوا أنه كارثة ده لفظه هو اللفظة الذي استخدمه فيه إذن مخاوف من أنه يصدر حكم يؤدي لبطلان مجلس الشعب الحالي يبقى خرجوا صفر اليدين كيف يضمنوا أنهم لا يخرجوا صفر يعني خاوي الأيدي تحصين هذا المجلس من خلال إصدار قوانين تبطل أحكام القضاء ومن هنا بقى فكرة أنهم لقوا أن إعلان الدستوري بيدي المجلس الأعلى القوات بالسلاحة الحق في أنه يشكل حكوم أي أنه ليس من حق البرلمان إقالة أو سحب السق من الحكومة هم يريدون السلطة بأسرع وقت إذن نستولي على موقع الحكومة ونستولي على موقع الرئاسة لكي نضمن أن هذا التيار التيار الأغلبية الدينية في البرلمان مجلسية الشعب والشورى يتمكن من السيطرة الكاملة إذن القضية هنا هي قضية الدستور في الأساس وحتى الآن لم يتمكنوا من السيطرة سيطرة كاملة يعني البرلمان النقابات وكمان لسه فيه يعني دعوة للحكومة والرئاسة لا كل ده مش سيطرة كاملة لا هو في يد الرأي العام أنه يحبط كل هذا هم هقولك إزاي هذه الجماعية التأسسية فاقدة للشرعية ومن انسحبه الأسباب التي انسحبه من أجلها قائمة وبالتالي لا يعود وبالتالي مش عايزين نفاجأ بقى بمواقف انتهازية وسطية مصلحية من شأنها أن تميع الموقف من قضية الدستور لأن قضية الدستور هي قضية المكتبع كله ولا يملك أحد أن يفرط في حق كل التيارات اللي في البلد في المشاركة في وضع الدستور النهاردة الإخوان شعارهم بدلا من كان في وقت من الوقت المشاركة للمغالبة انقلب الآن إلى المغالبة للمشاركة وبالتالي الرد على هذا إسقاط شرعية هذه الجماعات التأسيسية التي لا تمثل للمجتمع المصري وإنما تمثل تيار واحد مسيطر على الأغلبية الدليل على هذا أن الخمسين اللي خدوه من مجلس شعب هم اللي اختاروا الخمسين اللي من خارج مجلس شعب وبالتالي هنا هذه لعبة مكشوفة هدفها في النهاية وضع دستور لا علاقة له بتراث وتاريخ وتقاليد المجتمع المصري لا علاقة لهذا الدستور الذي يعدون له الآن بالديمقراطية والتعددية والأهم تداول السلطة التجارب اللي قدامنا لدول أخرى لما بيسيطر هذا التيار يسيطر لكي يبقى ولا يترك الحكم أبدا هم يريدون من الآن وضع ضمانات تكفل استبرارهم في السلطة إلى ما لا نهاية هي دي المشكلة سلسلة الانسحابات اللي حصلت من اللجنة لتأسيسية الدستور واللي ما كانش فيه أي استجابة تماما لها يعني معناه أن كان فيه اعتراض من كل من هم ليسوا إخوان مسلمين صحيح مين المفروض يتدخل هو المجلس الأعلى القاتل المسلحة عمل اجتماعين مع القوات السياسية لكن إيه اللي حصل في الاجتماعين دول بصراحة أن رئيس حزب الحرية والعدالة تمسك بموقفه طب انتهى إلى إيه الاجتماعين في رأيينا إلا لا شيء بدليل إنه انتهى إلى إنه أي حل يتم من خلال هذه الجماعات السياسية اللي شكلها الإخوان والسلفيون اتنين إنه رئيس حزب الحرية والعدالة سيعود إلى حزبه لكي يقول له أن هناك اعتراضات هل نحط واحد بدل واحد ولا عشرة بدل عشرة؟ يعني حلول ترقيعية شكلية أخيراً أي حل حتى لو اعتبرنا أن كلمة حل دي صحيحة وضع في الاجتماعين العقدة من المجلس العسكري مع الخوات السياسية ليس ملزماً لأحد وليس ملزماً لحزب الحرية والعدالة فدي النقطة جاءت بقى مسألة خيرة الشاطر أنا بس عايز أعلق هنا تعليق يهمني إن أنا أقوله إن القضية يا أستاذة ليست فقط إن الإخوان قالوا كلامه ورجعوا فيه ده مش بس قالوا مش هنقدم مرشعة على مدى سنة بيقولوا هذا الكلام على فكرة طول السنة ده قالوا حتى لو ترشح واحد زو خلفية إسلامية مش هنأيده وصلت إلها؟ طب إيه التغيير؟ شوف إيه هناك التوجه الآن في حزب الحرية والعدال أو عشان يعني نختصر الطريق جماعة الإخوان لإعادة سيطرة رأس المال على الحكم وإعادة نظام زواج المال بالسلطة خيرت الشاطر حسب المعلومات المتاحة حتى الآن لسه فيه معلومات باحثين بيجمعوها يملك أكثر من سبعين شركة في مجالات السياحة المقاولات والسيارات وأيضا هو أكبر رجل أعمال في جماعة الإخوان هو شريكه أيضا في جماعة الإخوان حسن مالك ودول يعني دخلهم المليارات اللي بتجيلهم بيسموها الدخل الريعي يعني مش من إنتاج تجارة في سلع استهلاكية يعني لا تبني اقتصادا فإحنا دلوقتي كأننا سنعود إلى مجتمع ما قبل الصورة يعني كنا نشكي من إمبراطورية أحمد عز ستبع عندنا إمبراطورية أخطر بكثير وهنا بقى حيبقى المال والسياسة مع المتاجرة بالدين ثلاثة دول مع بعض سيحكموا القبضة على هذا البلد وهذا الشعب لكي يضمنوا عدم إقامة ديمقراطية حقيقة يعني واضح كده أن الصورة غمضة والنصف فعلا مش متفاقلة وشايفة أن الحل الوحيد أو المخرج الوحيد الدستور فإحنا محتاجين أول حاجة دلوقتي أن نبتدي أن نفعلها الدستور حيحصل إيه في وضع الدستور لو استمر الحال كما هو عليه يعني سؤالك بالغ الأهمية لما بتولي المعركة دلوقتي هي الدستور فعلا القضية الرئيسية دلوقتي هي الدستور أنا مهمني إيش مين يبقى رئيس الجمهورية وحتى خيارة الشاطر يعني مش ممكن يفشل في الانتخابات يعني نجاحه مش مضمون وخصاتها ضحيبة فيه تفتت في الأصوات وحاجة أزيك لكن القضية الرئيسية الآن هي الدستور حسن مبارك جاء إلى الحكم وجد دستور 71 طبعا على هواه هو مش عايز ديمقراطية دستور 71 أتاح له الفرصة على طبق المفضة لكي يكون طاغية وديكتاتورة لأنه الدستور بيعطي رئيس الجمهورية سلطات مطلقة لا حدودة لا إذن أنا لكي أضمن كشعب أن لا يتكرر هذا وإن أنا بعد صورة 25 نناير ما أفاجأش بأنه في ديكتاتورية جديدة وقيمة حلت محلة ديكتاتورية سابقة الدستور اللي هو يقيد سلطات الحاكم ويبقى فيه برلمان ويبقى فيه تداول للسلطة ويبقى فيه تعددية حقيقية سياسية وحزبية وفكرية وثقافية وأيضا يبقى فيه مبدأ المواطنة أنت عندك النهاردة في مصر أكتر من ثمان أحزاب دينية أنا بقولها لك بأمانة وأنا عوضوا في حزب أنا يعني أنافس إزاي ناس بيقدموا نفسهم للناخبين على أنهم بتوعرب بنا يعني معناها ضمنا أننا مش من بتوعرب بنا يعني مفيش منافسة متكافئة يعني هم بيقدموا نفسهم غصبا عن أي حد أن هم يمثلون العناية الإلهية دي مش سياسة بقى يا إما نلعب في السياسة يا إما بلاش لكن بهذا الشكل إفساد للمجتمع المصري وإفساد محاولة متعمدة لإفساد الدين والسياسة معا بأن احنا نخلط بين الاثنين الدين له قدسيته له مكانته ما لعبش بيه ما دخلوش في مناورات سياسية وأكاذيب سياسية وكل ده تحت سطار زائف ادعاء التحدث باسم الدين وادعاء الوصاية على البشر باسم الدين كل هذا برفوض ويجب أن يوضع له حد وفورا حرصا على مستقبل هذا البلد وحرصا على النسيج الوطني الواحد وحرصا على التماسك والتلاحم الاجتماعي حضرتك وده الأول مرة في تاريخ جماعة الإخوان من سنة 28 يعني إذا فيه قسام شوفي تصريحات كمال الهلباء والمتحدث السابق باسم الإخوان في أوروبا يدين هذا التصرف شوفي تصريحات نائب المرشد العام سابقا الدكتور محمد حبيب يدين هذا التصرف ورأيهم أن الإخوان خسروا مصداقيتهم وأن هم بيرهنوا على جواد خاسر وأن هم بيلعبوا لعبة قد تؤدي إلى نهاية جماعة الإخوان يعني التمسك بالسلطة إلى هذا الحد يعني ممكن يغير كل تصريحاتهم وبياناتهم ويبقى فيه التحول الكبير اللي احنا شايفينه ده هذا صحيح وده يفسر لك أنه كل من قابل الناس في الشارع بيشعروا بمرارة وخاصة ممن صدقوا شعارات الإخوان ووعودهم وانتخابوهم في الانتخابات البرلمانية السابقة ويعني فيه إحساس بالصدمة وخيبة الأمل من هذه الجماعة وخاصة ألاعبها مع المجلس العسكري يعني إيه؟ لما نيجي احنا مثلا ننتقد المجلس العسكري وكلها ده مرة واحد منهم في الطيار يعني اللي يرش المجلس العسكري بالمين رشه بالدم دلوقتي بقى المجلس العسكري بيهدد الصورة ومكتسبات الصورة وحيزيف الانتخابات وهياء إذن البعد أو الاقتراب أو الابتعاد على المجلس العسكري كان بقياسه أو معياره شيء واحد إيه اللي يفتح الطريق بسرعة إلى السلطة وإيه اللي بيعطل الاستيلاء على السلطة عايزة أقول لحضرتك حاجة جماعة الإخوان تاريخيا كانت بتطمع كتير وعندنا مثل في الصعيد يقولك اللي طبعا يقدر يعني يضيع ما جمعا هذا حدث مع جمال عبد الناصر جمال عبد الناصر حل كل الأحزاب وسابهم وجاب منهم اتنين عمالهم وزراء جم بعدها قالوا له أنت قبل ما تنائش أي قانون في مجلس قيادة الصورة أي مشروع قانون لازم يعرض على مكتب الإرشاد لكي يقول لك هل يتفقوا عن شريعة ولا حس أنه يفرضوا وصاعوا عليه بدأ الصدام وتكرر هذا مع السادات اللي أفرج عنهم وسمح بإعادة المجال للناطقة باسمهم الدعوة ثم قالوا له أنت لا تطبق الشريعة وتكرر الصدام الذي انتهى باغتيال السادات وهي دي النقطة السطر معنى السطر اللي كان ورد في بيان المجلس الأعلى قوات المسلحة عليكم أن تعووا تدرسوا دروس الماضي حاولوا تفهموا دروس الماضي أهو ما تكرروهاش إنما يبدو بيتكرروها كتب الصحفي أستاذ نبيل زاكي أمين الشؤون السياسية وعضو المكتب السياسي المتحدث الرسمي لحزب التجمع بشكر حديث جداً على وجودك معينا النظر تنورتنا يا فانت مشاهزين أخليكم معينا معينا تقرير دلوقتي من سقية الصاوي ملتقى للفنانين بعنوان ملتقى بصمات للفنانين التشكيليين هنشوفوا ونرجع نكمل فكراتنا معيكم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر